اللهم إنا نشهد بأنك آت الله لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا سميع الدعاء يا من الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اذنا فيمن تديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاتيت تبارك ربنا وتعليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك فلا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم قصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين بعاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوضن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماءنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارف منا واجعل ذأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبرا منا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى نار مصيرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بكلم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء ومجاورة الأنبياء ومنزلة الشهداء والصبر على البلاء والمصر على الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إباهك نواصينا بيدك ما ضل فينا حكمك عدل فينا قضاءك ما ضل فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب أرومنا اللهم اجعله ربيع قلوبنا اللهم علمنا منهما نسينا اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا إلهنا إلهنا عز جارك وتقدست أسماعك إلينا لنا اللهم جهرك ولا إله لنا ضجارك إلهنا ليس لنا في الوجود إله غيرك فيدعى وليس لنا في الوجود رب سواك فيرجى إلى من نشتكي وأنت قوي الغادر أم بمن نستغيث وأنت العزيز الناصر لك الحمد حتى تقضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما تقول ولك الحمد كما نقول اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بنعمة الأهل والمال والمعارفات اللهم لك الحمد حمد الفنى ولك الشكر شكرا شكرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأعداء الدين الكفات المرهدين والنصارى الحاقدين واليهود المعتدين والشيعة الرافضة المجنمين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومواربها اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تغ على ذلك اللهم اجعل ذنوبهم اللهم اجعل قبورهم روضة بالرياض الجدان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات تجاوزا وغفرانا اللهم اكرم نوز لهم ووسع ملق لهم ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوف الأبيض من الدنس اللهم ارزقهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجناد والتراب وحننا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ود شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعل هذا البلد بلداً آمناً مضمئناً سفاءاً رفاءاً وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم آبائنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آبائنا وأماتنا وأخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذربياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا قفرته ولا همّاً إلا فراشته ولا كرباً إلا نفسته ولا ميتاً إلا رحمته ولا مريضاً إلا شفيته ولا عقيمة إلا ذرية صالحة وهبته ولا ديناً إلا قضيته ولا غائباً إلا حفظته وردته ولا مجاهداً في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهداً في سبيلك إلا نصرته ولا عدواً إلا أهلكته ولا قاغية إلا قصرته ولا ضالاً إلا هديته ولا مظلوماً إلا أيدته ولا ظالماً إلا قدلته ولا عسير إلا إلسرته ولا ولداً إلا أصلحته ولا عيباً إلا سترته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع لك فرحمته وسألك فأعقيته وتوكل عليك فكفيته اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم أنت قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا ترد أيدينا خائدين ولا عن باب جودك مطرودين ولا عن باب جودك مطرودين يا أرحم الراحمين وصجل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين